اكتست جبال ولاية ميلة بياضاً أضف جمالاً بساط أبيض تعنق مع زرقة السماء فكان الجو فرصة للبراءة للاستمتاع في عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة جاءت مع بابا وختي وجارتي لعبنا منذ رايح ومليح لعبنا بالتش دربنا بعضنا وصنعنا راجل التلف منذ رايح وكلش مليح نحن جئنا لابنا وفرحانين استمتعنا في مارش الأولياء استغلوا عطلة نهاية الأسبوع للنزهة وتمكين الأطفال على وجه الخصوص من الاستمتاع بالثلج خرجهم يجوي لها وهنا يرفعهم لأنفسهم شوية هذه هي المتعة على الشيطة نحن لا لدينا لزال بوادي لدينا الدولة لنشوف الأخت كيف المناظر الطبيعية البساط الأبيض الذي صنع ضيكورا بأعلى مارشو بميلة جلب إليه حتى الأشقاء التونسيين الذين اغتنموا الفرصة لأخذ صور تذكارية جينا اليوم المارشو وحبنا نشوف الثلج قالونا بل يفهم باشا الثلج لهنا بلاصة مزينة على اللخر جينا نفاردوا على رواحنا والعبنا شوية بثلج وحبنا نحيو الضغط متاع المباريات ونبدلوا شوية الجو حبنا نخرج اليوم نبدلوا شوية الجو ونحيو استرس شوية وبركر الله محلية المنظر تحسن الأحوال الجوية أفسح المجال أمام العائلات الميلية للاستمتاع بكرة الثلج وصنع الرجل الثلجية في أجواء تزداد جمالا كلما صعدت باتجاه جبال الشريط الشمالية لولاية ميلة ترجمة نانسي قنقر